حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أبي سلامة عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت أبي سفيانة عن أمها أم حبيبة عن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سفيان أربع نسوة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومين وهو محمر وجهه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعربي من شر قد اقترب فتح اليوم من ردمي جوجة ومأجوجة مثل هذه وحلق قلت يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح يعني ابن كايسان قال ابن شيها بن حدثني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلامة أخبرت عن أم حبيبة بنت أبي سفيانة عن زينب بنت جحش قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعربي من شر قد اقترب فتح اليوم من ردمي جوجة ومأجوجة مثل هذا قال وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبن إسحاق حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن لكانة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي الجراح مولى أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أم حبيبة أنها حدثته عن زينب بنت جحش قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواك عند كل صلاة كما يتوضعون حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبن إسحاق قال ذكر ابن شيهاب عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلامة عن أم حبيبة بنت أبي سفيانة عن زينب بنت جحش قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاقد بأصبعيه السبابة بالإبهام وهو يقول ويل للعربي من شر قد اقترب فتح اليوم من ردمية جوجة ومأجوجة مثل موضع الدرهم قالت فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث ترجمة نانسي قنقر